أهلا بكم تابعين كناتي كناة مصر الآن بنت الجيران تعبر الحدود رقص طالبات بمدرسة ليبية على المهرجان أثار مقطع فيديو لطالبات يرقصنا داخل مدرسة على ألحان مهرجان بنت الجيران جدلا واسعا على منصات السوشال ميديا المختلفة فما بين الانتقاضات والغضب كان هناك اختلاف حول موطن المدرسة التي التقط فيها مقطع الفيديو للطالبات وهنا يرقصنا على الأغنية في ساحة المدرسة وبينما أشاعل بعض أن تلك اللقطات المصورة كانت داخل مدرسة مصرية أكدت صفحات ليبية أن مقطع الفيديو كان لطالبات ليبيات يرقصنا في ساحة مدرسة شهداء الفويهات بمدينة بنغازي وفي تعليق على صفحة باسم سوشال ميديا ليبيا قال أد من الصفحة في تعليقه على الفيديو مدرسة شهداء الفويهات بنغازي مش هيك يا معلم يا فاضل وين الأخلاء الحميدة ورغم انتهاء الجدل حول موطن المدرسة إلا أن الانتقاضات للرقص داخل المدرسة ما زال مستمر في تعليقات المدونين على مواقع تواصل اجتماعي يشار إلى أن أغنية بنت الجيران للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال كان قد لازم هما الجدل منذ طرحها فبالبداية كانت اتهمهما بصرقة ألحان أغنية حاجة مستخبية للنجم محمد حمائي وهو الأمر الذي أنقره في البداية حتى اعترفه في نهاية الأمر بصرقة اللحن وقدم الاعتذار للفنان محمد حمائي والملحن ثم تطور الأمر بخلاف بين عمر كمال وحسن شاكوش حيث اتهم الأول زميله بأنه يتعمى التهميشه رغم مشاراقته في النجاح كما أن الأغنية نالت شغرة واسعة بعدما جاءت في الترتيب الثاني عالميا على تطبيق ساوند كلاوند ولم ينتهي الجدل حول الأغنية عند هذا الحد بل وجهت انتقاضات بسبب بعض كلمتها لكن المطربين الشابين حسم بتعديل كلمات الأغنية وحسف خمور وحشيش من الكلمات وعلى الرغم من هذا فقد توعد نقيب الموسقيين هاني شاكر مطرب المهرجانات قائلا أن قراره بمنع التعامل مع مطرب المهرجانات صائب وسليم وجاء في التوقيت المناسب موضحا أنه حاول امتصاص هذه الموجة من أغاني المهرجان والسيطرة على الكلام السفيه والخارج من خلال أغاني المهرجانات ولكن المسألة صعبة جدا بحد قوله كما أكد هاني شاكر صعب التعامل مع الناس دي مش معنى أن شاكوش دخل اختبارات النقابة أنه حصل على العضوية شاكوش لم يحصل على الكرنيه ولم يعتمد حد الآن وهؤلاء لا هيبقوا أعضاء عاملين ولا منتسبين ولا ليهم حق الانتخاب مشيرا إلى أنهم سيحصلون على تصريح فقط للحفلات وتابعة هناك تصريح سابقة صدرت لعدد من مطرب المهرجانات ما فيش حفلة هتتعامل إلا والكلام الوارد فيها موافق عليه من قبل المصنفات لضبط ما يخرج منهم وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار